السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة هذه المرة أنا الرأي تعالوا النهاردة في هذه الحلقة أبشركم ببشارة عظيمة ولكن هذه المرة أنا من رأيت هذه الرؤية فكرين الرؤية اللي حكتها ليكم من فترة وقلت لكم إن هي تكررت معي منذ أن كنت صغيرا رأيت رؤية تعالوا أفكركم بهذه الرؤية ونبدأ بإذن الله على بركة الله بشارة عظيمة باعتبرها إن هي بشارة يعني أكثر من كونها رؤية خاصة أنها تكررت معي زي ما قلت لكم منذ أن كنت طفلا صغيرا ملخص الرؤية وفي تطور وإضافة في الرؤية اللي أنا شفتها هذه المرة حلت لي الغاز وتساؤلات كثيرة كنت بفكر فيها الرؤية كانت عبارة أني كنت في الحي اللي أسكن فيه في جمهورية مصر العربية وهذا الحي المنطقة في وقت يعني يقترب من وقت المغرب يعني دخلين على غروب الشمس فإز بحالة من الفوضى والهرج وعدم الاستقرار في الشارع اللي إحنا بنسكن فيه والناس في حالة من الخوف والرعب فإز بي أنظر إلى السماء وكنت بمفردي يعني على فجأة كنت في الرؤية حالة من الفوضى والناس رأي حاجية وفجأة لقيت نفسي بمفردي أنظر إلى السماء فإز بطائرات كثيرة هذه الطائرات طائرات وقع في نفسي أنها طائرات حربية للأعداء طائرات للأعداء وكانت تحلق في سماء مصر ركز معي قوي في هذه الرؤية ورأيت هذه الطائرات أؤكد لكم بمفردي ثم بعد ذلك سرعان ما رآها الناس كل الناس رأوها والناس بدأت في التكبير الناس بدأت إن هي تكبر وتكبر بكسافة وازداد التكبير وازداد اللجء إلى الله سبحانه وتعالى بالتكبير فقط وفجأة كلما كبر الناس وأنا أكبر والناس تكبر معي أكبر والناس تكبر معي وكلما قلنا الله أكبر سقطت طائرة وانفجرت في السماء ثم سقطت كلما كبرنا سقطت طائرة انفجرت أولا ثم سقطت اشتعلت في السماء من غير أي سواريخ ومن غير أي تدخل يعني كطائرة بتضرب طائرة أو سرخ بيضرب طائرة انفجرت انفجرت ثم سرعان مختفت الطائرات من السماء وعادت الأجواء صافية في السماء ثم بعد ذلك رأيت الناس في حالة من الهدوء والسكينة والطمأنينة هذه الرؤية زي ما بقولكم يا أحباب تكررت معي منذ أن كنت طفلا صغيرا وكلما رأيت هذه الرؤية في حاجة نلاقيها حصلت في حاجة نلاقيها حصلت أحداث على مستوى العالم يعني أول ما شفت هذه الرؤية حصلت حرب الخليج أول ما شفت هذه الرؤية بعدها حرب أمريكا على العراء أول ما شفت هذه الرؤية بصورة غريبة بصورة غريبة يحصل بعدها على طول مفيش يعني أسابيع يحصل الحدث رأيتها قبل ذلك وحدث الحرب بتاعة العراء على أمريكا على العراء ثم أمريكا على أفغانستان سبحان الله في هذه المرة الجديد عندما رأيت هذه الرؤية بحزافيرها شفت الرؤية دي لا تتغير سبحان الله هذه الرؤية لا تتغير لا تتغير معي أبدا لكن هذه المرة في إضافة خطيرة جدا جدا هذه الإضافة حلت لي تساؤلات ألغاز كثيرة وقع في نفسه عندما رأيت العدوان فإز بصوت في قلبي يعني وقع في قلبي يقول لي ملحمة الأسكندرية أول ما استيقظت من النوم طبعا الرؤية اللي بيشوف رؤية أول ما بيقوم من النوم بيحاول أن هو يجمعها لأنه أحيانا ممكن ينسى منها فقرة ولكنني لم أنسى فقرة واحدة أي فقرة لم أنساها يعني ألتهالكم بالكامل ليه؟ لإني رأيتها كثيرا يعني منذ أن كنت طفلا صغيرا وأنا أرى هذه الرؤية سبحان الله وما كنتش في الأول فاهم معناها ثم بعد ذلك بدأت أن أنا أفسر وحاول أن أنا يعني أفك الرموز بتاعة هذه الرؤية وأخيرا إضافة ملحمة الأسكندرية فأنا أرى أن هذه الرؤية والله أعلم إيزانا بحدث كبير هذا الحدث يخص مصر هذا الحدث يخص مصر أرى متعلق بملحمة الأسكندرية وعيز أفكركم أن ملحمة الأسكندرية هي اسمها يبدو من اسمها أن العدوان هيكون على الإسكندرية فقط لا العدوان زي ما جاءت النبوءات هيبقى على مصر كلها على مصر كلها ولكن المركز هيبقى الإسكندرية لأن العدوان هيبقى جاي من ناحية البحر من ناحية شواطئ إسكندرية البحر المتوسط فمحافظة الإسكندرية هي لها تقود المقاومة ولكن مع كل المحافظات بتاعة مصر والدليل على ذلك أن الرؤية وكل مرة أشوف الرؤية بشوف الحي اللي أنا ساكن فيه وهو بطبيعة الحال ليس في محافظة الأسكندرية وآخر حاجة دلت أن هذه الرؤية زي ما كنت بشوفها فتحصل أحداث أحيانا أحداث تخص مصر أو معظمها أحداث كانت تخص الوطن العربي زي حرب الخليج العراق والكويت زي الحرب بتاعة الأمريكا وأفغانستان وأمريكا والعراق لكن هذه المرة زي ما قلت لكم يا أحباب وقع في نفسي أن هذه الرؤية تخص مصر فأبشروا لأن هذه الرؤية تأولها أنا قلت تأولها قبل كده ولكن وعيد الفقرة بتاعة الطائرات هو انتصار للشعب المصري فيما يخص الإضافة اللي أنا يعني جات لي في الرؤية انتصار قريب للشعب المصري بقيادة محافظة الأسكندرية بين قسين ملحمة الأسكندرية على العدوان اللي هيجي من برة من ناحية الغرب كما جاءت الروايات وبالتالي ركز أو في الأخيرة دي والمعنى في بطن الشعر زي ما بيقولوا وبالتالي صحابي مصر على الأبواب أبشروا أيها الأحباب حبيت إن أنا أبشركم اكتبولنا في التعليقات وأولونا رأيكم إيه وياريت تشاركوا هذه الحلقة للأهمية على جميع المنصات شيروا لايك بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة